موسيقى الطائرة الروسية المنكوبة دخلت الخدمة قبل ثمانية عشر عاما وهي تابعة لشركة كوغاليم آفيا الروسية وسقطت بعد دقائق معدودة فقط من إقلاعها من مدينة شرم الشيخ المصرية المزيد في تقرير إيزان الرماوي أقلعت الطائرة المنكوبة من منتجع شرم الشيخ المصري باتجاه مدينة سان بوتروسبيرغ الروسية في تمام الساعة الثالثة وإحدى وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش وفقد الاتصال بين كابتن الطائرة وبرج المراقبة الجوية واختفت الطائرة عن شاشات الرادار بعد نحو ثلاث وعشرين دقيقة من إقلاعها قبل أن تعلن السلطات المصرية العثور على حطامها في منطقة الحسنى قرب العريش وسط شبه جزيرة سيناء الطائرة من طراز إيرباس إي ثلاثمائة وواحد وعشرين وكانت تقل مائتين وسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طاقمها المكون من سبعة أفراد روس مصادر روسية مطلعة كشفت عن أن عمر الطائرة التي سقطت تجاوز الثمانية عشر عاما حيث حلقت للمرة الأولى في التاسع من شهر أيار مايو عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين المصادر أضافت أن الطائرة المنكوبة وقبل أن تقتنيها الشركة الروسية الحالية كوغاكليم آفيا كانت مملوكة لمجموعة شركات طيران شام إيرلاينز السورية وشركة م إي إي اللبنانية وإحدى الشركات التركية بالإضافة إلى الخطوط الجوية السعودية حادثة الطائرة هذه تعيد إلى الأذهان ثلاثة حوادث مماثلة شهدها العالم منذ بداية العام الجاري وهي حادثة الطائرة التايوانية وحادثة الطائرة الماليزية وحادثة طائرة إيرباس التابعة لإحدى شركات الطيران الألمانية التي تحطمت فوق جبال الألب الفرنسية في شهر آذار مارس الماضي ما أسفر عن مصرع جميع ركابها المئة وخمسين موسيقى